هو التعافي من دور الضحية أعيد الكلام تاني احنا النهاردة عن نكون قاعدين مع جليس نرجو ان هو ربنا سبحانه وتعالى يمن بيه علينا وهو التعافي من دور الضحية قد ايه بتحس ان الحياة عبارة عن مجموعة اوجاع قد ايه بتحس ان الحياة مجموعة من المقاسي وانك مش واخد حقك ودايما الناس بيجوا عليك مقدار احساسك بالمظلومية وانك دايما ضحية وان خصومك دايما هم اللي مليين حياتك واحساسك بانك انت مش قادر تخرج من زنئتك لان كل خصومك مليين كل المخارج بتاع حياتك فقفلين عليك وعدم احساسك بمعية الله سبحانه وتعالى وعدم رؤيتك لنور بقاءك فيه بيخليك على طول حاسس بانك انت وانت خارج معية الله ولا استباقيا في حضرة مولاك بيحسسك دايما ان انت موجوع متألم وحزين النعم اللي ربنا انعم بيها علينا ملي كل اركان حياتنا هي دي حيئة لان الله سبحانه وتعالى كتب الاحسان على كل شيء وربنا ملى حياتنا بالنعم ولزايك الله سبحانه وتعالى يقول في اول الكتاب العزيز الحمد لله رب العالمين ليه الحمد عشان يعرفنا ان حياتنا اللي جاي القرآن عشان يكون منهج ليها مليانة بالنعم فنحمد ربنا ويقول لنا وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ بس فيه ناس كتيرة بسبب دور المظلومية مش شايفة النعم دي ومستظراها بالعكس بيحولوا النعم في عينه الى نقمة دور الضحية بيخلي النعمة في عينه نقمة مشكلة عقلية الضحية ان هي بتخلي الانسان محبوس في ماضيه بعد ما واصمه بانه ماضي اسود مع انه ممكن يكون على فكرة كان مليان بخير وكان يمهد له بخير اوسع بس هو ما شفوش فاللي جاي هو شايف انه ايه اسوأ من اللي فات لكن عينه مش بتشوف غير شيء واحد بس انا مظلوم انا مقهور انا مزلول انا كل الناس بتاخد كل حاجة مني وبيسيبوا ليش غير كل حاجة وحش وبيقرأ بمظلوميته الحياة كلها حضرت النبي رحمة للعالمين فحطينا حاجة تخلينا نتعلم شيء ان احنا نعيش الحياة بشكل حقيقي وننفض عننا احساسنا بالضحية والمظلومية اشتركوا في القناة